بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي العزة في فيديو جديد أتمنى أن ينال إعجابكم ابقوا معنا وتابعوه للنهاية كما كان متوقعا حقق أشبال الناخب الوضن جمال بل مضي تأهل لكأس إفريقيا للأمم المقبلة وذلك بفوزهم بهدف وحيد من دون راد سجله مهاجم السد بغداد بنجاح رفق أشعيبي حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 لقاءات ليضمنوا بذلك المركز الأول بالعودة للقاء فقد عرف تكفؤا في كثير من ردهاته مع بعض الفرص الخطيرة من الطرفين لقاء عرف تألق لافت لبعض اللاعبين كما عرف ظهورا سيئا للبعض الآخر لقاء حقق فيه الخضر الأهم وضمن التأهل لكن المتابع الجيد للمنتخب يعلم جيدا أن كثير من النقائص يمكن تسجيلها على بل ماضي تصحيحها في أقرب وقت ممكن نبدأ مباشرة في النقاش ونبدأ بتقييم الأسلوب العام بالنسبة لي وأقول بالنسبة لي المستوى كان ضعيف صراحة لم أتعرف على المنتخب الوطني في لقاء اليوم صحيح أن الأهم قد تم تحقيقه لكن بمثل هكذا أسلوب ضد كبار القارة سننهزم وبسهولة بل ماضي حاول تجريب بعض اللاعبين كما قام بتجريب خطة جديدة وهي 4-4-2 لكن ذلك ليس بمبارر لسوء المستوى الذي ظهر به الخضر حيث لم يظهر أبدا الفارق في المستوى بين المنتخبين رغم أننا لعبنا ضد فريق غير مصنف بتاتا وهو منتخب النيجر بالنسبة لللاعبين الأسوأ والأحسن فكما عودتكم سنختار أحسن ثلاث لعبين وأسوأ ثلاث لعبين من سأخطرهم هو رأيي وفقط وكل منا له رأيه يتركه في التعليقات إن هو أراد نبدأ بالأسوأ أسوأ لاعب على الإطلاق هو أندي ديلور ديلور كان سيئا جدا اليوم للدرجة التي دفعت بالبعض للتساؤل عن استدعاء لاعب مثله ديلور لم ينجح في اللقاء الماضي حين كان لاعبا وحيدا في قلب الهجوم ولم ينجح اليوم أيضا حين لعب معه بونجاح وعلى بالماضي إيجاد حلول سريعة له لاعب آخر لم يكن موفقا اليوم هو جوان حاجم وبالمناسبة هو زميل ديلور في نونت حاجم لم يكن موفقا ضيع كثير من الكرات دفاعيا ولم يكن له أي مساهمة على الصعيد الهجومي لاعب نونت لاعب صغير في السن ولعب جديد أيضا ولعب أول لقاء له مع الخضر وهو مبرر يمكن أن نضعه له لاعب مثل زروقي أو بن سبعيني أو عطوغاي لم يختبروا كثيرا بنجاح أيضا حاول واجتهد وسجل الهدف هؤلاء مستوهم لم يكن كبيرا ولم يكن سيئا أيضا لا يمكن اختيارهم الأحسن ولا الأسوأ لو تلاحظون لم أذكر فارس في القائمة التي ذكرتها قبل قليل قرأت الكثير من التعليقات عن كون فارس لم يكن موفقا اليوم بالنسبة لي شعيبي كان أداؤه جيد جدا في الوسط وحاول القيام بعملية الربط بصورة ناجحة وزع كثير من الكرات كما سجل هدفين ولا يمكن اعتبار اعتباره عفوا من السيئين لكن في مقابل ذلك لا يمكن ضمه ضمن أحسن ثلاث لاعبين نصل لأحسن ثلاث لاعبين والبداية بأثالث أحسن لاعب وهو الحارس مصطفى زغبة مصطفى زغبة كان ممتاز في كل خارجاته توقيته للعب الكرات كان ممتاز أيضا أنقذ المنتخب من هدفين محققين ثاني أحسن لاعب مع شوق الكل إسماعيل بن ناصر بن ناصر كعادته مستوى ثابت سواء ضد فريق قوي أو ضعيف في إفريقيا أو في أوروبا مستوى بن ناصر دائما جيد اليوم ظهر بوجه طيب سواء دفاعيا أو هجوميا أحسن لاعب بالنسبة لي وربما بالنسبة لي الكثير منكم هو لاعب باصية كيفين فاندان كيرخوف هذا لاعب قدم مستوى مميز أنا شخصيا متفاجئ جدا من مستوى هجوميا ممتاز دفاعيا أيضا ممتاز كل الخطورة كانت تأتي من جهته لدرجة أن تألقه أظهر ضعف حاجم من الجهات الأخرى الحادث عن المنتخب أردت أن يكون مختصرا على أن يكون النقاش في التعليقات لإثراء الموضوع الآن لأخبار المحترفين أخبار المحترفين والتي ستكون مختصرة أيضا لكي لا نطيل العدد حيث يتواجد لاعب الخضر ونادي نيس يسف عطال حاليا في قطر وبالضبط في مركز أسبتار من أجل العلاج من الإصابة التي يعاني منها ونشر الحساب الرسمي لأسبتار على تويتر اليوم بعض الصور للجزائري حيث رغب في إنهاء معاناته من هذه الإصابة سريعا لذلك قرر الصفر سوب قطر لما يتمتع به مركز أسبتار من سمعة طيبة حول العالم للإشارة عطال ظهر بقميس المنتخب الوطني ما يوحي أن العلاج لم يكن على نفقة نيس ربما بالرغم من أنه أصيب في فريقه وقبل بداية التربص الحالي للمنتخب في الأخير نشير إلى أن تقارير فرنسية سابقة قالت أن إصابة عطال لن تبعدها طويلا لكن لا يعلم إن كان سيحضر حصة الاستئناف أم لا يستعد نادي بيزيكتاس التركي للعب واحد من أهم لقاعات الموسم الحالي بمواجهة نادي فينار باتش الغريم والخصم اللدود يوم الأحد المقبل في استئناف الدوري تقارير تركية كشفت اليوم أن مدرب بيزيكتاس سيني الجونيش سعيد بتواجد لاعبه الجزائري رشيد غزال في تدريبات الفريق حاليا غزال عانى كثيرا من تعدد الإصابات وغاب لفترة طويلة جدا لكنه تعافى في بداية الشهر الحالي وبفضل غيابه عن تربص المنتخب رفع وضعه البدني للصورة التي جعلته قادرا على المشاركة في 90 دقيقة التقارير التركية قالت أن غالبية لعبي بيزيكتاس الأساسيين دوليون وسيعودون بعد أيام ربما مناكين جدا لكن غزال سيكون في الفورما كنا قد كشفنا في عدد سابق قبل عدة أشهر أن لعب الخضر صوفيان في غولي قد اشتكى إدارة ناديه جالتا سراي للفيفا بحجة حرمانه من أمواله لمدة ثلاث أشهر إضافة إلى مكافأة بعض اللقاءات والانتصارات في غولي انتظر لغاية الخروج من ناديه ليرفع عليهم دعوة قضائية ويبدو أنه انتصر في الأخير تقارير تركيا كشفت أن الفيفا صلطت عقوبات قاسية جدا على إدارة غالتا سراي ووصلت لحد حرمانهم من القيام بأي انتدابات في الصيف المقبل وهذا بحجة الإخلال بتعاقدهم مع الدول الجزائري وعدم دفع أمواله كاملة التقارير ذاتها قالت أن قيمة المبلغ الإجمال الذي يدين به النادي لفيقولي يصل لـ 1.6 مليون أورو وهو رقم كبير وكبير جدا حيث أمهلتهم الفيفا لغاية بداية سوق الانتقالات الصيفية من أجل الدفع وإلا فإنهم سيحرمون من الانتدابات يشار إلى أن فيقولي تعرض لهجوم عنف جدا حين رفع الدعوة سواء من الإدارة الصحافة وعلى الأنصار أيضا ليظهر في فيديو قال فيه أنه لم يطلب غير حقه ومع الوقت ظهر فعلا أن الحق معه أطلق مدرب إيطاليا روبرتو مانتشيني تصريحات تكلم فيها عن رغبة في مطاردة كل موهبة ذات أصول إيطالية في العالم تصريحات مانتشيني تأتي ضمن الحملة الكبيرة في إيطاليا والتي دعت حتى لتجنيس بعض اللاعبين بسبب عدم وجود مواهم محلية الطاليان الأصليين منتشرين في كل العالم أوروبا ومن بينهم موهبة صاعدة في فرنسا وهو لعب ليون ريان شرقي بعض الأقلام قالت أن الشرقي سيكون من بين أهم الأسماء التي ستسعى إيطاليا لإغرائها نظرا لقيمته وفنياته ومستقبله المشرق دخول إيطاليا على خط التسابق لأجل الشرقي سيجعل ضمه للمنتخب صعب وصعب جدا لأن الأمر أصلا صعب من البداية برغبة فرنسا في ضمه وعدم السماح للطرف الجزائري حتى من الاقتراب منه للإشارة فإن الشرقي يملك أصول جزائرية من جانب والدته والده هو الإيطالي أما فرنسيته فمن حيث المولد وفقط كشفت تقارير إنجليزية أن لعب المانسيتي في الفودان قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي تدريبي وهذا بعد تعرضه لإصابة وبعد مروره على الفحوصات المعمقة تبين أن الإصابة ليست سهلة وستغيبه لفترة أصعف الإنجليزية قالت أن فترة غياب في الفودان لن تقل عن ثلاث أسابيع وهو أمر سيكون أولا وأخيرا في صالح الدول الجزائري رياض محرز محرز يعاني في الأسابيع الأخيرة من خيارات مدرب الإسباني باب غورديولا والذي أبقاه بديلا في خمس لقاعات في الدور لصالح لياف الإنجليزي لكن الأقدار مع رياض والذي سيعود أساسيا في أقرب فرصة محرز يعتبر بإجماعي كل أحسن لاعبي سيتي في الموسم الحالي وعودته للمشاركة ستعني عودته للتألق إن شاء الله إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر